العصافير بتفك في لحظة ايه بتفك دي يعني بتخلع بتطير في لحظة واحدة تبص تلاقي العصفور طار منك بالرغم ان انت مهتم بي جدا تأكير تشربت يعني اخر رعاية وفي لحظة واحدة تلاقي العصفور دي طار منك ولا كأنه يعرفك طب تعال نشوف بقى اللي بيحصل وإيه هي انواع العصفير اللي تاخد بالك منها قوي علشان خاطر تخلي بالك من الموضوع ان العصفور ممكن يفك منك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع دي جماعة بيحصل معانا كلنا على فكرة معظمنا حصل له حاجة لازم في العصفير يعمة بص تلاقي العصفور في لحظة واحدة طار منك يعمة تلاقي العصفور فتح الباب وطار طب ايه هي الانواع العصفير اللي انا اخد بالي منها جدا تمام ولازم احط لها ماشبك امان على الباب ويعني اقفل عليها كويس جدا طبعا تخلي بالك ان العصفير ما بتصدق ان تلاقي فتحة صغيرة بس كده في القفص تروح خلعة منك على طول وفكة وطير طيب النهاردة حصل موقف مع اخويا بيحط الاكل عادي خالص فتح الباب وبيحط ايده اللي مين رح تطلع من تحت ايده على طول العصفورة الورانجي وبلاين اللي حالتكم شايفينهم دول زي دول يعني هما اورانجي وبلاين رح تفي لحظة واحدة رح تطايرة طبعا خلاص بقى بالسلامة متقداش تجيبها تاني طول ما انت بتربى في البلقونة خلي بالك ممكن بيكون في خساير جمدة طول ليه بتربى في البلقونة عشان خاطر تلاقي يعني الدنيا مفتوحة قدامك لكن لو في قوضة اه يعني سهلة هتجيب العصفور اللي طار في البلقونة لا على طول اول ما هيفك ولا هتلاقيه تاني ولا هتعرف تجيبه تاني وبالسلامة مهما هتعمل عصفور بقى رخيص عصفور غالي هو اول ما طار انسى طيب ايه اللي انا اعمله بقى علشان خاطر احافظ على العصفير انها مضطرش مني خد بالك ان العصفير زكية جدا جدا اللي هي مين بقى بالذات الروز ايه اللي الروز ده والفشر تاخد بالك منهم قويس جدا ليه بقى لانه بيعرف يفتح الباب واول ما تيجي تحط لهم الاكل تبص تلاقيه على العصفور على طول بيقعد يتير يمين وشمال لو هو موجود في القفص لانه هو بيبقى خواف قوي قوي منك بيقعد يتير يمين وشمال ويمين وشمال وهب ممكن يطلع من تحت ايدك ويطير زي ما حصل النهاردة فتحة في القفص القفص لوصلت لها مسلا السلك ضعيف او حاجة لازم السلك بتاع القفص ده يكون سلك جديد سلك مش محمل سلك خفيف لو سلك خفيف صدقني هيفتحه بمنقاره وهيطير ليه؟ العصفور بيبقى عارف انه هو السلك دوت بدل ما هو بيجي معاه يمين وشمال بمنقاره هيقعد يفتح فيه واحدة واحدة وهيطير خلي بالك كمان الباب بيعرف يفتح الباب كويس جدا الروز والفشر بيعرف يفتح الباب فدايما خلي بالك لما تيجي تحط الاكل على صفيرك لازم قبل ما تسيبهم تبص كويس وتتأكد ان انت قافل الباب وكمان مش قافلوا بس كده لأ لازم تقفلوا بمشبك الامان طيب الكوكتيل لا الكوكتيل عصفور كبير تمام مش يطلع ابدا من تحت ايدك وهيطير ولكن لو لقى فتحة في القفص لقى الباب سهل فتحه هيفتحه وهيطير ودي حصلت معايا والله كوكتيل كان كمان البينو يعني من اغلى انواع العصفير الكوكتيل البينو ابيض راح تفتح الباب وراح تطير هما كانوا جوز في القفص رجعت من الشغل لقيت واحد بس يا سلام فتحت الباب وطبعا الباب كان سايب او ما فتحته راح تطيره والباب راح نازل التاني مقفول ليه بقى لانك لازم انك تقفل الباب كويس هيئمة في سلك الرباط هيئمة من ماشبك الامان ولسه برضه قريب يعني من قيمة شهر برضه كده قافل للباب انا كويس خالص والسلوك دايق ازا محطكم شايفين وماشبك الامان وكل حاجة وراح تعصفونا طايرة كوكتيل ازاي فيه بيبان من الجنب بيبان من الجنب من هنا وباب من هنا باب صغير الباب ده كان مقفول بسلك الرباط كمان بسلك الرباط مقفول هما بقى مع الايام قاعدت تلعب في سلك الرباط تلعب فيه لغاية ما فتحت السلك ده فكت واتفك وراح تفتح الباب وطايرة بدلا ما هما كانوا ثلاثة رجعت لقيتهم اتنين يعني حتى السلك السلك الرباط اللي هو سلك منقول عليه سلك الرباط يا جماعة اللي هو سلك حديد تمام وقافل بالباب ولفه تمام وصعب ان هما يفتحوه لكن عملت ايه بقى لفة السلك بيقعدوا دايما هما يلعبوا في السلك لفت فيه لفت فيه لغاية ما فتح تمام وراح تفتح الباب وراح تطيره يبقى لازم ان انت كل حين وحين ها تتطمن ان انت باب ما قفوه كويس وان السلك بدلا ما تحط السلك تحط اتنين وثلاثة علشان خاطر ما يفتحوهش الباب ويطيره فاكتر نوع من انواع العصافير انك انت ما تدهاش امان ابدا وتعرف ان هي بتفتح الباب الروز رقم واحد والكوكتيل ودايما تلاقي صح الروز الروز والفشر طبعا لانهم كلهم فصيلة واحدة الروز والفشر دول بيفتحوا الباب وبيطيروا خلي بالك والكوكتيل كذلك طيب بالنسبة للزبرة بقى طبعا بيفتحش الباب بس اكتر عصفور باده بيهرب ازاي بقى لانه اول ما انت بتجي تفتح الباب تبص تلاقي العصفور يتير يمينه شمال ويطلع من تحت ايدك على طول يقعد يتير في القفص يمينه شمال ويطلع من تحت ايدك فانت بتعمل انت هنا ايه بقى عشان العصفور ما يطلعش من تحت ايدك ودي يا جماعة اكتر حاجة بتخلي العصفور يطير وانت بتحطك اكل بايدك اليمين ايدك الشمال كف في ايدك الشمال يكون على المكان باقي الباب باقي الباب المفتوح انت فتحت البابه وبتحط ايدك علشان تخاطر تحط الاكل باقي الباب تكون ايدك على الحتة المفتوحة تمام علشان خاطر العصفور ما يطلعش من جنب ايدك ويطير وبالنسبة للزبرة لازم تتأكد كويس جدا ان السلك بتاع القفص ديق لازم يكون ديق ودايق قوي كمان لان العصفور اول ما بيلاقي فتحة بس صغيرة على طول بيطير عنده مهارة في انه هو يعرف المكان فين اللي هو هيتير منه الحتة فين الواسعة اللي بيطير منها وقبل كده في عصفور طار مني كان روز البينو طبعا باوضع فين روز البينو الغالي وبيت مش عارف اعمل ايه مرة واحدة لقيتها طارت وقدامي على البلاكونة اللي قدامي وشوية البلاكونة اللي جبها وبدأت تتير حوالين الايه العمارة طيب اعمل ايه جبت قفص فاضي عندي فتحت الباب حطت جوه اكل تمام وخليت الباب دوت فتحته على فوق يعني يعني نيمت القفص بظهره خليت الباب وش الباب على فوق وطبعا العصفورة لما يدخش الاكل هتنزل على تحت تمام وروح تخليتها طبعا الكلام ده كان بالنهار وبيتتبعها كويس قوي وقلت هشوف كده هتدخل القفص ولا لا علشان حاضر تياكل قعدت تلف تلف لغاية ما تعبت وراحت جاية تاني على البلكونة دخلت القفص وروح تاني على طول جالة على القفص وقفله دي يا جماعة طبعا يعني صدفة وما بتحصلش يعني واحد في المليون يعني مش كل عصفورة هتطير هنعمل معها الحركة دي لأ دي يعجات كده صدفة انها رحت راجعة تاني دخلت القفص وروح تاني قفل عليها الباب ومسكتها تاني طيب انت خلي بالك كمان عصفور فشر واقف على البلكونة اللي قدامي طبعا مش بتاعي وروز وكل حاجة طيب عنا عايزه ييجي اعمل ايه بروح جايب قفص تمام وفتح الباب وحطت جواه اكل هتبوص لأه هو هيدخل القفص لانه ببقى طير ليه بقى بقاله يوم واليومين جعان بيطير ولقى مكان فيه عصفير فانت بتجيب قفص فاضي تحط جواه الاكل هو هيدخل جواه عشان يأكل تروح انت اقفل القفص علي ودي حصلت معايا مرتين تلاتة على فكرة ليه لان الروز بالذات والفشر بيجي على المكان اللي فيه الروز والفشر بل لكنتك فيها الروز والفشر هيجي عليها وعايز اقول لك بقى حاجة اخيرة قبل ما اختم الفيديو لو عصفور طار منك خلاص عوض ربنا عصفور طار مش مشكلة فدى اي حاجة كانت هتحصل وتقول كده ببالك فدى اي حاجة كانت هتحصل الحمد لله ان اجت على كده ورزق حد تاني يعني تقول كده ببالك ان الحاجة اللي طارت دي اول عصفور اللي طار ده غالي الخيص او رزق حد تاني بنحمد ربنا على كده وبناخد بقىنا وبنتعلم اكيد يعني كل حاجة طارت منك بتبقى عارف السبب اللي طارت منه طارت اللي بادي طارت مني عشان خطر البيب كان مفتوح طارت مني عشان خرجت من تحت يدي طارت مني عشان خطر الفتحة بتاعت القفز كانت واسعة فبتبع ان انت بتاخد حذرك بعد كده وبتتعلم بشكركم جدا بتمني بكوني في فيديو عجب حضراتكم رحمة الله تعالى وبركاته